بسم الله الرحمن الرحيم في العشر الأواخر من رمضان يكثر فيها الدعاء ويتوجه إليه سبحانه وتعالى صباح مساء اللهم نعوذ بك من الخطوب وعواديها ونعوذ بك من الكروب ودواعيها ونعوذ بك من الأهواء ودواعيها نسألك وأنت أرحم الراحمين أن تكرمنا في هذه الأيام العشر الأواخر بكشف الخطوب وتفريج الكروب وستر العيوب وأجرنا يا الله من كل شر اللهم برحمتك افتح لنا أبواب طاعتك اللهم يا هادي المضلين ويا راحم المذنبين ويا مقيل عثرات العاثرين نسألك العزة والعافية ولا تذلنا بذل المعصية إنك على كل شيء قدير سبحانك اللهم هذه ليلة أكبرت شأنها وعظمت قدرها تتنزل الملائكة والروح فيها هي ليلة تفضل عندك بألف شهر اللهم اقبلنا فيها بالعفو والمغفرة وأعنا فيها على الكثير من العبادات وأعنا فيها على كثير من القربات وعمل الخيرات والصدقات اللهم أعطنا في ليلة القدر مغفرة لما مضى من ذنوبنا وعصمنا فيما بقي من أعمارنا ووفقنا لليلة القدر على أفضل حال يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة ها هو شهر رمضان يشد الرحال فلا أوحش الله منك يا شهر الصيام لا أوحش الله منك يا شهر القيام لا أوحش الله منك يا شهر الصلة والقرب من الله لا أوحش الله منك يا شهر الإحسان اللهم اكتبنا فيه ممن قبلت عملهم يا رب العالمين اللهم هذا شهر رمضان يفارقنا عند تمام وقته وانتهاء مدته وأنت القائل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون اقبل منا يا ربنا شهر رمضان على أفض أملنا ورجائنا واجعله زادا لمستقبل أيامنا وها نحن يا رب نودعه وداع من عز فراقه علينا وأوحشنا وداع تلاق لا وداع فراق اللهم اجعل ختام شهر رمضان من خير أيامنا على أرضك اجعله مختوما بالطاعات والقربات واشرح اللهم صدورنا فيها بالرضا وثبتنا على ما نحن عليه من الخير يا إلهي ومولاي وحسبي ومناي ارفع دعائي رفعة القبول إلى مداخل خزائن كرمك وجودك وتقبل دعاء إنك أنت الوهاب يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أي العشر الأواخر شد مئزرة وأيقظ أهله وأحيى ليلة أحيى ليلة أحيى ليلة بتلاوة القرآن والذكر والتوجه إلى الله بالدعاء اللهم بالإيمان الحق نغسل ما في قلوبنا من إثم ومعصية اللهم أقم بيننا وبين الناس جسر المودة وحبب إلينا وإلى نفوسنا التعاطف والتراحم والمحبة نواسي الضعيف ونعود المريض ونعين المسكين اللهم أرنا نفوسنا على حقيقتها خالية من أصباغ الوهم وخلصنا اللهم من الغرور وسوء الفهم اللهم فرج هموم المهمومين ونفس كروب المكروبين إنك على ما تشاء قدير اللهم قست مننا القلوب فأنرها بنور الإيمان اللهم ارزقنا العون على ما حملتنا والصبر على ما قدرت لنا واجعل شهر رمضان موسم رحمات وقربات لنا إلهي اغفر لنا ذنوبنا وتجاوز عن سيئاتنا واجعلنا من عبادك الصالحين يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة شهر رمضان شهر توجه إلى الله سبحانه وتعالى شهر توبة وأوبة شهر إحسان وصلاح نفس شهر يتقرب فيه العبد إلى خالقه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فاللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرّجته إلهي عليك نقبل وإياك نسأل وبك نتوسل ورضاك نبغي ورحمتك نرجو وعفوك نأمل إياك نعبد وإياك نستعين اللهم أنت أعظم من رحم وأجود من سُئل نسألك أن لا تخذلنا في شهر رمضان نسألك المغفرة يا حنان يا منان اللهم واجعلنا من صالح عبادك المؤمنين فإنك تقدر ولا نقدر نسألك عملاً متقبلاً يا رب العالمين اللهم طحر قلوبنا اللهم احفظ أبصارنا وأسماعنا عن الحرام إلهي إرضى عنا ووفقنا لأداء العبادة احفظ جوارحنا لطاعتك وضاعف لنا بركات شهرك يا رب العالمين اجعل لنا في هذا الشهر الفضيل نصيباً من عطائك في الدنيا والآخرة وارحمنا برحمتك واعفو عنا بعفوك يا الله بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم أيها الأحبة إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين هذا شهر عظيم كريم شهر يهرع فيه المؤمن إلى خالقه يتقرب إليه في طاعته يتقرب إليه بالذكر والتسبيح والتكبير والدعاء ادعوني أستجب لكم اللهم أعنا على شهوات نفوسنا وقسوة قلوبنا وضع في إرادتنا وضع في إرادتنا اللهم يا عظيم العطاء اللهم أنت الله لا إله إلا أنت سبحانك اغفر لنا وارحمنا ارحم ضعفنا أعنا على طاعتك لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا إلهنا لا تجعل أحوالنا عند معصيتك ولا تجعل الذنوب حالنا يا رب العالمين اختم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا وبلغنا بما يرضيك عنا يا رب أصلح لنا دنيانا الذي هو عسمة لا هاي بني لغيها خلاص بكفي هاي يلغيها وبكفي